وكواحد كان عم بيدرب زوجته بيدربها الضرب مبرح وبعد الضرب للأسف ذهب ليصلي ليكمل فرائده الست أوشكت على الانتحار وقالت شو هالإله الظالم مش قادر أفهم هذا الإله عم بيدربني وهي الأخت وقعت وانكسرت يدها شو هالإله الظالم وهو رح يصلي كأنه هذا شيء طبيعي عادي هذه الست قالت طب ما خلاص ما فيش إذا هيك هذا الإله أنا ما بدي أتبعها الإله هذا هذا إله ما بعجبنيش إله ضد النساء في الحياة وفي الموت وفي الأبدية وأنا شايف أن هذا الإله بس عم بيظلم النساء وعم بيهتم في رجال القاسيين القساء المجرمين الشياطين عم بيهتم فيهم لا خليني أترك هذا الإله بس بمجرد تفكيرا أنه اكتشفت أن هذا الإله مزيف الرب ابتلا يتعامل معها هذه الست أرادت الانتحار انهارت ولما انهارت سقطت على الريموت كنترول على جهاز التحكم وفتح التيفي وكان برنامجنا موجود وكنت بتكلم بهاي الآية السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل سألت مين هذا الإله أنا بدي هذا النوع مين اليسوع هي ما كانش حتى عارف الاسم يسوع مين اليسوع هذا وفعلا بعد فترة عن طريق أخت عرفت مين هو يسوع وصلينا معها وسلمت حياتها للمسيح وما زالت متطهضة بسبب إيمانها